فرسالة للعيبة رسالة لجماهيرنا أفلنا الصفحة السوشيال ميديا أكيد لسه بتتكلم على الكلام ده نقفل الكلام ده كله لأنه عندنا تلات بطولات عندنا بطولة الدوري عندنا مطشاة مؤجلة فأكيد هتلعب تحت ضغط عندنا مباريات في كاس مصر اللي فات وكاس مصر السنة دي فعندنا تلات بطولات الجدعانة إنك تجيب تلات بطولات دولة تدخلهم دولة بالنادي الأهلي هو ده رد الفعل للناس البروفيشنال ومش عايز أي لعيب يتأثر بأجواء خارجية بعد كده بالعكس خد أي إطارة أو غضب أو حوله جوه الثمانتاشر جوه الملعب جوه في إحرازك للأهداف في الكرات المشتركة تكون أنت الأقوى أنت الأسرع الرغبة يكون عندك أكتر هو كنت ده منتظر من لعبة النادي الأهلي وقلته كنت متواجد في الاستوديو التحليلي وقلت لازم لعبة النادي الأهلي يتحول كل دوت لو وصلهم أن الكابتن محمود الخطيب مش قادر يخش المباراة لو وصلهم أن مجلس الإدارة يعني بيتهان بشكل غير مقبول على مستوى الأمن دوت لو وصل للعبة كان لازم يتحول لطاقة إيجابية مش لخوف للأسف بعض اللعبة كان فيها سن التوتر سن تخوف لا بالعكس أنت لعيب في النادي الأهلي كل اللي جاي من بره ده تحوله لطاقة ويبقى عندك رغبة أكتر وعندك حماس أكبر وعندك إصرار أكبر فكل ده دروس مستفادة لعبة النادي الأهلي لعيبة رجالة وان شاء الله بإذن الله نشوف دوت ونشوف ردة الفعل ده من خلال الدوري من خلال الكاس حتى من خلال لعبتنا اللي هتلعب مع منتخب مصر ان شاء الله يوم الحد نشوف ده لأن لعبة النادي الأهلي دايما هي ميزان منتخب مصر وميزان الكرة المصرية كل التوفيق للنادي الأهلي الفترة اللي جاي